بعد أن سجل التاريخ سنوات من قطيعة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران باتت الأعين الإقليمية والعالمية أكثر ترقباً لما ستنعكس عنه عودة العلاقات بين السعودية وإيران زيارة تاريخية تعتبر الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد يلبي بها وزير الخارجية السعودية الدعوة الإيرانية لطهران بلقاءات استكملت فيها الدولتان عملية المصالحة التي توسطتها الصين ولعبت بغداد فيها بحسب محللين دوراً فاعلاً في صناعة معادلة الاستقرار في المنطقة طهران قالت إن العلاقات الإيرانية السعودية ائتلاف من أجل السلام والتنمية تصريحات تأتي بعد جملة اتفاقات من بينها خطوة ما بعد إعادة فتح السفرات في البلدين لكنها وبحسب مراقبين الأكثر أهمية بما يتعلق في الانعكاس الإيجابي على المحيط العربي والإقليمي سيام العراق التي قالت حكومته إنه أكبر الرابحين من عودة تلك العلاقات لما سيخدم البلد من تفعيل الاتفاقيات التي أبرمتها مع السعودية في جلب الاستثمارات والعمل على مشاريع عدة بين البلدين أما بلغة الاستقرار فإن بغداد عملت على ترسيخ الاستقرار الأمني الذي يعد صمام أمان للمنطقة برمتها وهو ما ينعكس على الداخل الإراقي كذلك من خلال إيقاف مسلسل التوتر والفوضى الذي تمادى عبر سنوات ماضية بما يضر سيادة البلاد مراقبون أكدوا أن عودة العراق لمحيطه العربي ستفتح له الأفاق الأوسع بشكل فاعل سيما في حالة عودة المياه لمجرى العلاقات السعودية الإيرانية كذلك تؤيد وجهة النظر التي ترجح انتهاء زمن السلاحة المنفلت التي تحمله ميليشيات في أرض العراق إذ سيكون للعلاقات السعودية الإيرانية وتقارب البلدين مع العراق وجهة نحو التعاون الإقليمي وصناعة الأمن والذهاب نحو التنمية والبناء بما يحقق مكتسبات سياسية واقتصادية واجتماعية للشعب العراقي خصوصا والشارع العربي والإقليمي على وجه العموم